نحن إلى العلاقات مع المغرب والإمارات وإسرائيل وطبعاً هذه الاتفاقات الأخيرة التي عقدت والتي تنظر بالمزيد من التعاون الأمني وطبعاً على العلاقات بين الشعوب وشعوب هذه الدول طبعاً إن إدارتنا وقيادتنا رحبت بهذه الخطوات المتخذة وبالمسؤولية المشتركة وكل هذا يبين التغيرات التي يمكن أن تحدث في هذه المنطقة وطبعاً تبين قوة التعاون في عالمنا اليوم وطبعاً من خلال العمل معاً واستخدام التكنولوجيات الجديدة والاستفادة منها في 2001 صديقي كولين باول أكد على أهد وثاقت العلاقة بين الولايات المتحدة وهذه المنطقة من العالم وكما قال ما من منطقة في العالم لا تؤثر فينا بل نحن سمت علاقات تربطنا في كل مناطق العالم وشعوب كلها مرتبطة بعضها ببعض ونحن ملتزمون بكل المدن وكل المناطق حتى المناطق النائية وحتى الحضارات القديمة والحديثة والحضارات التي تتطلع إلى الحرية وفي هذا العالم المختلط جداً نحن نواجه عدد من التحديات بما في ذلك النزاعات المستمرة وطبعاً النزاعات التي تتخطى الحدود مع الصراعات المستمرة بين الشعوب سيداتي وسيدتي هذه الأمور تتطلب عملاً موحداً واستجابة موحدة وأنا تعلمت أن دور دول الجيش الولايات المتحدة كان له دوراً مهماً في هذه المنطقة والأمة التي تحاول أن تستمر لوحدها لن تلقى الأمن المطلوب وبالتالي هذه فرضيات سياسية وطبعاً نلتمسها من خلال خبرتنا على الأرض أو في الميدان لقد كان لدينا ائتلاف من ستين دولة في الماضي وأنا أعلم تماماً كيف تجري الأمور في هذه المنطقة فبلادي استثمرت الكثير في هذه المنطقة وطبعاً قدت المعارك هنا مع جيشي وطبعاً أنا أهتم كثيراً لأمن هذه المنطقة ولشعب هذه المنطقة ومستقبلها والآن أنا اليوم حاضر هنا ممثلاً عن إدارة بيت بايدن ولكن لعقود مضت كانت الولايات المتحدة تعترف وتدرك أهمية هذه المنطقة وسواء كان الحزب الجمهوري أو الديمقراطي نحن طبعاً نعمل مع أصدقائنا وحلفائنا في هذه المنطقة من أجل ردع الاعتداءات من أي جهات كانت ومن أجل تعزيز حرية الإبحار في المياه الإقليمية هنا وطبعاً في العقود الماضية عملنا جنباً إلى جنب حيث قمتم باستثمرتم بقدراتكم وإمكانياتكم للدفاع عن نفسكم عن أنفسكم وقد قمنا بدعمكم وسنستمر بدعمكم قواتنا تدربت معاً وقامت بالتخطيط معاً وطبعاً عملت جنباً إلى جنب وهذا يجعلنا أقوى معاً والعالم كله رأى ماذا يعني ذلك خلال الأشهر المريضة الماضية عفواً حين قمنا بعمليات مشتركة وتعاوننا في أفغانستان وشهد العالم قوة شراكتنا وطبعاً عندما طلبت الولايات المتحدة المساعدة فإن أصدقائنا لبوا الدعوة وطبعاً ساعدونا في إجلاء 140 ألف شخص من أفغانستان وطبعاً أمنوا انتقالهم في الخليج وخارج حدود الخليج وأنا فخور للغاية بعمل القوات التي قامت بهذه المهمة مهمة الإنقاذ الإنقاذ الأبرياء من أفغانستان إن شبكة أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة هي مهمة جداً بالنسبة لنا وهي تشكل فائدة استراتيجية كبيرة لنا لا يمكن مقارنتها وطبعاً لا مثيل لها في العالم ونحن ممتنون جداً لهذه العلاقة من الرئيس بايدن وسائر أعضاء الفريق نحن نعمل على تعزيز هذه العلاقة وتوسيع دائرة الأمن والفرص والحوكم الذاتية والكرامة الإنسانية في هذه المنطقة وسوف نقوم بالبناء على علاقاتنا الإستراتيجية وشراكاتنا والتعاون الأمني والتدريب والتعليم وبناء القدرات ومشاركة المعلومات الذكية والتكنولوجية والمناورات المشتركة وهذا أيضاً جزء من مهمتي كوزير للدفاع للولايات المتحدة الأمريكية بأن أعمق وأوسع شراكاتنا وبالتالي أود أن أتكلم اليوم عن طريقتين يمكننا استخدامهما في هذا الهدف بداية هذا يعني أننا سوف نقوم بتحديث علاقاتنا مع أصدقائنا والعمل معكم فيما تقومون بالتقدم في إطار الدفاع والردع التحديات التي أسميها تحديات القرن الواحد والعشرين وهذا يعني أن نفهم أن عدد الكبير من التهديدات التي تواجهكم هي تأتي عبر الحدود وهذا يعني تعزيز جهودنا المتعددة للأطراف وسوف نبدأ بكل تواضع أنا رأيت الكثير من المعارك في هذه المنطقة وبالتالي أفهم حدود قدرات القوات العسكرية لوحدها وأنا عملت مع العديد من الأطراف وعملت مع القوات ولكن هذا لا يعني أن كل شيء يجري بهذه الطريقة كما قال السيد هارالد في عام 1956 طبعا القوات أو السلاح لوحده لا يؤمن السلام ولا يعزز الأمن وبالتالي نحن نريد أن نحمي ما لدينا بالفعل ونحافظ عليه والسيد الرئيس بايدن قال خلال إدارته أن الدبلوماسية هي الأدات الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية وأن القوات الأمريكية هنا لتساعد في ذلك ولكن القيادة من خلال الدبلوماسية واستخدام كل الأدوات اللازمة والمتاحة هي في صلب الاستراتيجية الدفاعية التي تعمل عليها وزارتنا وهي المفهوم الردع الأساسي الذي نعتمده وفي خلال التاريخ الأمريكي أوضحنا لكل خصومنا أن السمن لطاء التهديدات تتخطى أي فوائد يمكن أن تنجم عن النزاعات وهذا يعني اليوم أننا سنستفيد من التكنولوجيات المتطورة ومفاهيم التشغيلية والعمل وسوف نستغل كل إمكانياتنا لمحاولة الحيلولة دون وقوع النزاعات في الأساس وسوف نستخدم كل الأدوات المتاحة أمامنا كل الأدوات ذات القوى القومية ومن أجل الردع كل تهديد من أي جهة كان وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن الردع المدمج يعني استخدام أو تعاون مع شركائنا ويعني زيادة التواصل والابتكار ويعني أيضا العمل مع أصدقائنا من أجل ردع أي هجومات أو سيبرانية وفضائية وأيضا في الجو وفي البحر كنت أقول أننا سوف نستخدم كل إمكانياتنا في هذه المنطقة من أجل ردع تهديدات ونحن نتحلى بالمسؤوليات بما فيها أتأكد من أن قواتنا معاصرة ولديها الأدوات الحديثة ولكن لدينا قوة هنا في هذه الساحة ونحن نستطيع وسوف نحافظ عليها وإذا احتاج الأمر سوف نتقدم بشكل أسرع لأن هذا أيضا يعدي القوة هذا ما تعنيها القوة العالمية وما من أحد يمكنه أن يقلل من شأن قواتنا التي يمكن أن نستخدمها من أجل الحفاظ على الأمن إيمان المنطقة وطبعا نركز على التهديدات من أجل ردع أي تهديد في المنطقة وطبعا إمكانياتنا تتضمن كل ما يمكن أن تسهم فيه صداقاتنا وشركائنا في هذه المنطقة وطبعا شركائنا وأصدقائنا يعلمون أن الولايات المتحدة يمكنها أن تنشر قوات كبيرة بسرعة كبيرة في أي مكان في العالم وبالنهاية مهمتنا هي أن ندعم المسار الدبلوماسي والأدوات الدبلوماسية وأن ندافع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ودفاع عن أي هجوم وسوف نفوز بذلك وسوف نفوز لا محالة كل هذا يتضمن تقييم لشراكاتنا مستمر ولكن لنكن وضع حين الولايات المتحدة طبعا ملتزمة بالأمن في الشرق الأوسط وسوف ندافع عن مصالحنا في هذه المنطقة ونستمر بتقييم مزيج الشراكات والقوات اللازمة من أجل عمليات الردية التي نقوم بها وسوف نقوم بمحاولة أو بحماية قواتنا من أي هجوم إيراني أو من أذرع إيران وسنعمل معا من أجل الضمان أن داعش لا يمكنها أن يعيد لملة صفوفه في العراق والسوريا وسوف نستمر بدعم حرية الملاحة في المنطقة وفي مياهها الأساسية سوف نعمل على التركيز على مكافحة الإرهاب حتى عندما ننتقل حتى فيما يخص أفغانستان إذن كل ما نقوم به سوف نقوم به معا وهذا يعني أننا سوف ندافع عن مبادئنا وأصدقائنا وإستراتيجياتنا وسوف ندافع عن الديمقراطية في إندونيسيا وسوف نأمل العودة إلى الدستور وسوف ندافع عن سيادة العراق وحريته ضد أي جهة أو أي أذرع تحاول أن تؤذيها وطبعا هذا يعني أيضا الوقوف إلى جانب شعب لبنان وطبعا الدفاع عن أمن إسرائيل ونعمل على حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسوف نستمر بالعمل من أجل إنهاء الحرب في اليمن وطبعا وقف الاعتداءات الحوسية على الأراضي السعودية وطبعا إنهاء أو وضع حد لمعاناة الشعب اليمني وهذا يعني أن نستمر بطبعا هندسة الأمن من أجل أو العمل على المناورات المشتركة العسكرية نحن أيضا يجب أن نكون جاهزين لأي تغييرات كبيرة في بيئة الأمن في هذه المنطقة وهذا يعني وهذا يقودني إلى نقطة أثانية الكبيرة في هذا العصر نحن بحاجة إلى تعزيز أمننا عبر الحدود ونحن بحاجة إلى تعزيز علاقاتنا المتعددة للأطراف في هذا الإطار والعديد من الأمور والأخطار تتعدى الحدود سواء كان الوباء أو تغير المناخي أو نشر السلاح النووي وطبعا الجماعات الإرهابية ودعم إيران للإرهاب الولايات المتحدة لا يسعها أن تواجه كل هذه التحديات لوحدها وبالتالي يجب أن نكافح هذه المخاطر معا بقوة الشراكة لذلك الرئيس بايدن قام بقيادة فريق الأمن من أجل إعادة الاستثمار في شراكاتنا في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة يمكننا أن نرى كيف التعاون يمكننا أن نقودنا إلى أكثر أو مزيد من الأمن بالنظر إلى الاتلاف ضد داعش اتلاف الدولي ضد داعف سوف نؤمن الدعم في العراق وسوريا من أجل مساعدة على التحرير من داعش وإرساء الاستقرار بالنظر إلى تقديم المساعدات اللازمة في هذا الإطار وطبعا سوف يكون لدينا علاقات في الخليج وسوف نساعد المملكة العربية السعودية لتعزيز دفاعاتها وتعزيز إمكاناتها والمساهمة في طبعا الحفاظ أو الإتلاف الدفاعي مع فرنسا وعندما قامت الولايات المتحدة بتأمين هذه الإتلاف وطبعا هي تركز على حرية الملاحة للجميع بما في ذلك الملاحة المدنية بفضل طبعا مساعدة شركائنا في بريطانيا لتأمين الملاحة أيضا ولكن ثمت المزيد لنقوم به معا وبالتالي أردت أن أقول عن كلمة بشأن التحديات التي نواجهها التغيير المناخي والإرهاب والوباء وإيران شكرا